العمالة والحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية الاقتصاد هو الشغل الشاغل للفرنسيين قبل شهر واحد على الانتخابة الرئاسية المقررة على مرحلتين في أبريل نيسان وما يؤير المقبلين وفي الوقت الذي يقترح فيه بعض المرشحين تقليص 500 ألف وظيفة من الخدمة المدنية وخروج البلد من منطقة اليورو نذكر بالإرث الاقتصادي لرئيس الفرنسي فرنسو أولوند الذي اعترف بتراجع شعبيته ورفض تراجح لولايات ثانية النمو في فرنسا تبطأ في العام 2016 بنسبة 1.1% الحكومة فشلت في إيصال العجز تحت نسبة 3% الدين العام يمثل 96% من إجمالي ناتج المحلي الإجمالي وفق لما نشره المعهد الوطني للإحصاءات ثقة المستهلكين الفرنسيين سجلت ارتفاعا في العام 2016 لكنها تظل مهددة بسبب ارتفاع تضخم الصناعة الفرنسية تعتبر في حالة جيدة كما تظهر أحدة بيانات مؤشر مديري المشتريات الحكومة تهدف إلى وصول النمو في البلاد إلى 1.5% هذا العام أي أنها أكثر تفاؤلا من مصرف فرنسا والمفوضيات الأوروبية اللجنة الأوروبية تتوقع أن تصل فرنسا الصيف المقبل لتلبية الاتفاق المالي الأوروبي لدين العام من جهته يبدو مصرف فرنسا أكثر تشاؤما الشغل كان من أولويات رئيس أولوند الذي استعمل سيغة انضلت في أدهان الفرنسيين أنا ملتزم شخصيا البعض تسرعوا إلا ميكن بتهور بخصوص هدف عكس منحن البطالة في البلاد سأعمل على ذلك وهذه من طمن خارطة طريق الحكومة لم يتحقق الهدف حتى أحدث الأرقام التي نشرت قبل الانتخابات ترجع طفف في معدر البطالة في شهر فبراير غير كاف لتعويض مدة الزيادات المتعاقبة التي سبقت في فرنسا يوجد حوالي 550 ألف عاطل عن العمل أكثر من عدد الباحثين عن الشغل عند انتخاب فرنسو أولوند في الانتخابات الرئاسية في العام 2012 ترجمة نانسي قنقر